يا جماعة مش احنا عندنا مؤتمر المناخ فشارم الشيخ؟ حلوة خالص طيب وهو مؤتمر المناخ فشارم الشيخ ده مفترض انه جماعة الاخوان تقعد تتفرج عليه اطلاقا ما هو لازم يعودوا يقرفونا هيقرفونا بايه؟ بكل حاجة ممكنة يعني بص الاخوان عندهم اولا مواسم عندهم اربع مواسم في السنة اللي يتكلم فيه يقولك ايه وخلاص يا جماعة النظام في مصر بيضيع واحنا ندعو لسنة 25 يناير يعني تاني كويس؟ ده كده اول موسم ده كده بيبقى اول واحد في السنة وبعد كده يروح جاي بقى ايه بعدها بشوية ربعة لأ 36 الاول يقولك ايه انا الاوان للثورة في مصر 36 يعني كل 36 لازم يبقى فيه عندهم الموسم وبعدين ييجي مع فض معسكرات ربعة انا الاوان ان اتخلص من النظام فبرده وبعدين لازم ييجي في شهر 11 او 12 برضه يعيش شوية برضه فيه اوهام اللي هو قاعد عمال بيتصائل اي هبل اي عبط لكن يتخلى للمواسم الاربعة على مدار السنة فيه عندنا بقى ايه الشائعات فيبقى فيه عندنا مثلا ايه مع العام الدراسي معه مش عايف لو فيه حاجة في الاقتصاد فيبدأ هو ايه يحاول ينفخ فيه جزوات اللي كي تشتعل الى اخره طيب تعالي نشوف الشائعة بتاعت النهاردة التزامن بتاعها جايز ازاي ومهم ان حضرتك تعرف ده الاول هقولك انه المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفى اللي انتشر على بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل بشأن ايه بقى؟ قالك الحكومة ناوية خد بالك بقى ما هو دايما الاخواني صايع وشقي وعفريت وجاي بتديب منديله وعارف اللي بيجرى ما هو دايزولة الحكومة ناوية تلغي بدعم العيني للخبز وتحويله لدعم نقدي تزامنا مع الازمة الاقتصادية طيب المركز نفى ده المركز الاعلامي وبطبيعة الحال تواصل مع وزارة التموين والتجارات الداخلية نفوا فبيأكدوا هنا المركز الاعلامي وزارة التموين مفيش كلام من ده خالص لا فيه الغاء للدعم العيني للعيش ولا تحويله لدعم نقدي ولا اصل فيه حاجة متعلقة بالازمة الاقتصادية العالمية بل بالعكس يقول لها يا جماعة استمرار الدعم العيني للخبز زي ما هو يتم صار في نفس الكمية زي ما هي للمواطنين اللي معهم البطاقات بتاعت التموين اللي هم الخمس ترغيفها كل يوم لكل فرد بمعدل 150 رغيف للمواطن شهريا تعال بقى نشوف التزامن هو التزامن جاي مع ايه بالزابط كده التزامن جاي معه مش الازمة الاقتصادية العالمية جاي مع حاجتين الاولى القرارات الاقتصادية اللي صدرت يوم الاربع هو ينفع قرارات اقتصادية تصب في صالح المواطن والكائن الاخواني يعديها كده ماينفعش دولة تعمل اجراءات اقتصادية داعمة للمواطن فترفع لحد الادنى للاجور مثلا احنا عندنا تسع اجراءات تسع قرارات تم اتخاذها كلها متعلقة بالمواطن يعني منين دولة تقول والله هنسبت سعر البنزين لحد اخر السنة فتلغي الدعم على العيش يعني العقل حلو طب منين دولة تقول والله ما فيش زيادة في اسعار الكهرباء لحد 36 بس تلغي الدعم على العيش مش منطق يعني ربنا عارفو بالعاء لسم الله عليكم دولة تشتغل على المزيد من مد مظلة حماية اجتماعية ده لسه يوم الأربع تقرر انها تلغي الدعم على العيش بالزمة بالزمة انا رضي زمتك في منطق يقول ده مفيش ادي واحد طب وايه التزامن التاني يا عم يوسف قرارات المركزي برفع الفايدة 200 نقطة اساسي يعني 2% تعارف اي بنك مركزي في الدنيا لما بيرفع الفايدة يعني اذا كان البنك الفيدرالي بيرفع والبريطاني والفرنسا والطلياني والألماني الاخي الاخي ستنا من كل ده لما البنوك عموما في العالم بترفع سعر الفايدة بتعمل كده ليه علشان توازن التضخم او بمعنى اكثر دقة تحد من نسب التضخم عارف يعني ايه احول الدعم على العيش لدعم نقدي يعني انا ازود الفلوس في ايد الناس واسبهم للسوق يعني روح اشتري بقى اعيش زي ما يطلع سعره انا مليش دعوة خلاص شلت ايدي ده معنى تضخم او زيادة في النسب التضخم ماشي الكلام بس انا رفع الفايدة في البنك يبقى انا عاوز اقل للتضخم اقوم ازود المعروض النقدي الحقل جميل ده وان او وان اقتصاد الف به اقتصاد مفيش حاجة اسمها دولة بتاخد اجراءات لحماية المواطن اجراءات اجتماعية لحماية المواطن وتمد مظلة الدعم والحماية الاجتماعية اللي عليه تقوم ترفع الدعم من على سلعة شديدة الاهمية زي العيش مثلا يعني مفيش دولة بنكها المركزي يرفع الفايدة على النقد المحلي على الاداع في النقد المحلي كويس بس في نفس الوقت يرفع الدعم مفيش حاجة اسمها كده يعني حتى لا تستقيم الامور منطقا انا هسألك سؤال هو امتى الجماعة فكرت فيك انا بتكلم بامانة والله العظيم ما بغذر قل لي مرة وحدة جماعة الاخوان فكرت فيك مرة فيما قبل 2011 جماعة الاخوان راح تأيدت النظام الاسبق ولا احنا نسينا ولا ايه هو ايدوه تحت الترابيزة ده المرشد المرشد قال انه قبل مصريين مش على نفسه على النظام الاسبق هاهاهاها ولا ايه ما ترجعوا للحوارات المتلفزة اللي اتعاملت التصريحات اللي في الجرايد الى اخيره قال لك الجماعة المحظورة محظورة 30 سنة بيطلعوا في الجرايد وبيخشوا الانتخابات وبطلعوا على التلفزيون وموجودين في النقابات ومحظورة سيبنا من ده وهم ما قالوش الرئيس أب كل المصريين كم مرشدهم مشدهم يا كد يبكي وتدمع عيناء حبيبي ده مثلا طيب سيبنا من ده ولما الجماعة استولت على الحكم هم فكروا في المواطن فين يعني عملوا ايه لأي مواطن عملوا ايه لأي مواطن بالمعنى الحرفي اي حاجة بشكل اقتصاد كلي عملت الجماعة يقول لك ايه دي سنة ما تيجي تشوف في السنة مصر عملت ايه بعد 2014 في السنة أمال في 8 سنين مصر عملت ايه تيجي تقول لي أصل الجماعة وأصله احنا ونعمل جماعة مين والناس نايمين بتروق كده ولا في دعم هيتشال من على العيش ولا ديولو ده ولا بتاخد إجراءات علشان خاطر حضرتك يوم اللاربع أكيد أكيد ما تشلش الدعم على العيش يعني فأنا دايما اللي أنصحك به اللي هو قلتولك في أول حلقة ممكن لو سمحتوا ما تسلموش عقلكم لحد سلموا نفسك